7. جاء الرب يسوع ليتمم مشيئة الآب قال لهم يسوع طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عملهم لاحظ عملة ذات وجهان الوجه الأول من العملة جاء المسيح ليتمم مشيئة الآب والوجه الآخر من ذات العملة ليكمل ليتمم مشيئته ما أعظمك يا رب كما قال يسوع لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني أن كل ما أعطاني لا أطلف منه شيئا بل أقيمه في اليوم الأخير لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني أن كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير نعم أحبائي جاء المسيح ليعلن لنا عن أبوة الآب إن الله قريب وليس بعيد إنه آب محب ليس فقط الخالق والديان بل يحبنا ويريد الشاركة والعلاقة الحميمية معنا جاء ليعيد للعالم المحبة التي سقطت وحل مكانها الكراهية والعنف والقتل بداية من قائن لقد زرع المحبة رسالة المحبة بل هو المحبة المتجسد لأن الله محبة جاء ليظهر مجده قال يسوع أنا مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته والآن مجدني أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان ليه عندك قبل كون العالم لكي يكون النمط لأجسادنا المفدية هكذا أيضا قيامة الأموات مكتوب يزرع في فساد ويقام في عدم فساد يزرع في هوان ويقام في مجد يزرع في ضعف ويقام في قوة وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضا صورة السماوي ترجمة نانسي قنقر